رسالة تعود الأسرع تأثيرا بالمتلقي كما يعتقد صانعها ألا وهي الصورة الفوتغرافية التي تتوفر بها الشروط الأساسية التي تجعلها ناجحة هذا ما دعا العتبة العباسية المطهرة إلى إقامة دورة تطويرية لمجموعة من المختصين في هذا المجال قدمت دورة في معالجة الصور الفوتغرافية المصورية العتبتين والمقدستين بهذه الدورة الحمد لله كانت تفاعلهم جدا مميز وكل استفاد من المعلومات التي تقدمها لهم وتعديلهم صار جدا رائع خمسة أيام بواقع ثلاث ساعات يومية اتسمت بالإبحار في المعالجة الرقمية التي أصبحت في وقتنا الحالي من الأساسيات في مجال التصوير الفوتغرافي لما لها من أهمية كبيرة في إبراز موضوع الصورة أخذنا دورة بالمعالجة الرقمية التي تعد أحد أساسيات التصوير الفوتغرافي وبالتالي هذه الدورة تمثل أضافة كبيرة خصوصا أن الأستاذ حيدان المنقوش المصور محترف ويعتبر من أفضل المعالجين ببرنامج الفوتوشوب ونشكر العتب العباسية لقامتها هذه الدورة أخذنا دورة بالبرنامج الفوتوشوب تتضمن تعديل ألوان على الصورة الفوتوغرافية تتضمن الدورة أساسيات الفوتوشوب والأدوات وتعديل ألوان وتعديل كادر الصور تطوير المهارات وتبادل الخبرات وتعميم الفائدة على المختصين في مختلف المجالات منهاج عملت عليه العتبة المطهرة من خلال إقامتها دورات وورشا وندوات تطويرية